10 مخالفات تعتبر بألمانيا أكثر 10 مخالفات غالية بقانون السير معي أنا عبدالهادي ستعرفوها بشكل سريع بس أول شي مرحبا يا قوم السلام عليكم أهلا وسهلا بكم إذا عجبك محتوى القناة وشفت الفيديو للنهاية وعجبك فلا تبخل عينة بالزر لايك تشترك بقناة فعل زر الجرس وتعليق حلو وتجربتك الشخصية شو هي أكثر مخالفة أنت دفعت بألمانيا وتحس حالك أنك مغبون كثير فيها وهل كنت مظلوم أو كنت فعلا عامل هاي المخالفة خلين بلش برقم واحد القيادة تحت تأثير الكحول بألمانيا تعتبر مخالفة كتير كبيرة فإذا ما ساكوك على سبيل المثال 3 مرات وكاعد نسبة الكحول بجسمك 0.5 هون رك تحط ببالك 1500 يورو مخالفة زائد 2 نقطة بفلينسبورغ وبيشكل عام نقاط شهادة السواقة بألمانيا هنين 8 ف2 يعتبر رقم كتير كبير يعني ما معك أنت متسع من النقاط مثل ما كان بتوقع بسوريا بتذكر كان شهادة السواقة فيها 16 نقطة يعني رقم ضقم على حسب ألمانيا الضعف أما إذا ما ساكوك وكانت نسبة للكحول 1.1 بجسمك فهون عندك مخالفة 3000 يورو زائد لوت نقاط بفلينسبورغ وبشكل عام في قانونه بألمانيا الأشخاص اللي عمرهم تحت 21 سنة والساتم والبروبات سايت ممنوع يسوء أبدا تحت تأثير الكحول حتى لو كان عنده 0.1 بجسمه من الكحول أبدا ممنوع تسوء رقم 2 السرعة أنك أنت تسوء فوق 70 كيلو بالساعة بقلب المدينة هون تعتبر مخالفتها فوق 700 يورو ما يقارب الـ 800 يورو مخالفة وطبعا لن نسنقات بفلينسبورغ وإذا كانت السيارة تبعك شوية كبيرة أو أنت حادث أنهينغا وراك فهون تصل مخالفة إلى 950 يورو رقم 3 هاي جدا خطيرة انتبهت ساوية وكل فترة للأسف يعني مو كل فترة قريبة منسمع أنه صار هيك شي إن كان من سيارة أو بسكليت أو حتى شخص بيقطع المزلقان بيكون المزلقان تبع البان عم ينزل تبع القطار عم ينزل فهو بيقطعوا بيقول لحاله بلحق هون فيها خطر كتير كبير مخالفتها كمان بتصل لـ 3 شهور منع من السواقة زائد نقطتين و700 يورو مخالفة ومو بس السيارات كمان المسكليتات والأشخاص بتصل لـ 350 يورو مخالفتها لأنه كتير خطيرة حساسة جدا هاي المخالفة أربعة الـ الكافي بألمانيا بأيام العطل وأيام الأحد ممنوع أنه هن يسوقوا إذا ما ساكوك عم تسوق بس كان طبعا في هون ملاحظة كتير مهمة لازم نحن نقوله بوقت الكورونا ساولهم استثناءات ببعض المقاطعات لأنه كان في ضغط عليه هون كتير كبير بس بشكل عام القانون مخالفتها بتصل للـ 570 يورو رقم 5 تكون أنت سائق شاحنة وتعبي السيارة بنسبة 25% زيادة من الحمولة المسموح لك فيها وإذا ما سكتك الشرطة هون كمان وخالفتها كبيرة لأنه هنين بيعتبروا إذا الشاحنة فيها زيادة حمولة بنسبة 25% مساء نخلين نقول فهون إذا كان فيه رياح فما عدت تقدر تتحكم بالمقتورة اللي أنت سائقة أبدا وممكن تروح يمين ويسار ولاصمه على الله تساوي حوادث وكوارث على الأطبع 425 يورو زائد نقطة ما بعف ليش كتير مبسوط أنا وعمقول نقطة بس إنه زائد نقطة رقم 6 هاي فعلا مهمة جدا وكتير بنزعج لما يكون عم سوق ويلاقي في حدا وراي عم يساوي هاي الشغلة الأبشتاند ما يخلي أبشتاند بيني وبينه أو أنا ما خلي أبشتاند بيني وبين الشخص الى قدام لأنه إذا لا سمح الله ضربت فرام لأي سبب كان فهو حيعبي فيني وأكتر شي هي بتصير على الأوتوبان ولا ننسى أنه فيه كاميرات خاصة رادارات خاصة بلتسة خاص هو فقد لا يشوف المخالفات اللي بتكون للأبشتاند غير الكاميرات تبعات السرعة وهي مخالفتها كمان تعتبر كبيرة لأنه خطيرة إذا منلاحظ كل المخالفات عم تكون هي عالشغلات الخطيرة 400 يورو نقطتين ثلاثة شهور منع من القيادة لما نحنا نقول منع من القيادة للأشخاص اللي ما بتعرفها أنه بيعطوك مهلة تروح أنت تسلم شاهد لسواءة تبعك وممنوع أنك أنت تسوق وبس تخلص المدة بيرجعوا لك ياها أو أنت بتستلمها المهم بترجع لك سبعة عدم الالتزام بالوقوف على الإشارات الحمرة للناس للبسكليتات وللسيارات كل هدول مخالفة أول شيء البني آدم العادي لماشي تسوفوس على رجليه بيدفع خمسة يورو البسكليتات إذا ما وقف عيشات مرور الحمرة بتصل للمية وتمانين يورو أما السيارات فهون بتختلف إذا هو أطاع أقل من ثانية فوق ثانية سبب بحادث هذا كله بيلعب دور بس بشكل عام هي بتوصل لـ 360 يورو نقطتين زائد شهر هي أقصى شيء فهي الشغلة كتير بيعتبروها أنه هي خطيرة ومع عن حق طبعا رقم 8 إنك أنت تكون وايف على الأوتوبان تلاقي السيارات بعدة كان في حادث فساوي شيء اسمه ريتونغز غازا ساوي طريق خصوصي للإصعاف الشرطة والإطفاء ورحت أنت وسأت ودخلت بهذا الطريق هون تعتبر كتير مخالفة كبيرة ولأنه أنت عم تأثر ممكن بحوادث للسيارات الأصعاف وعم تعرقلهم فبتوصل مخالفتها 300 يورو نقطتين زائد شهر شلون أنا بقصد أنه بتوصل مخالفتك؟ كل حالة في له هي دراسة ملف بشكل عام ممكن تتحول للمحكمة ممكن تنتهي عند الشرطة فلما تتحول عن محكمة هو القاضي بيبت فيها وبيشوف لك شو هي المخالفة يلي بتناسبك وبتناسب الموقف اللي أنت عملته رقم 9 إنك أنت تتجاوز بشكل خاطئ وخطير بتوصل مخالفتها لـ 300 يورو نقطتين زائد شهر فارب فربوت رقم 10 النقطة الأخيرة على الأوتوبان بدك تطلع أنت من أوسفارد فراح عليك الأوسفارد أخذت يمينة كيك وبدأت إما بدك تدور وترجع برجوع وتمشي بأكسسير أو بدك روكفيرتز أنك ترجع السيارة برجوع بهذه الحالة تعتبر عن جد غباء بصراحة وجنان وخاصة إذا كان معك عائلة أو خاصة إذا كنت لحالك هذا الشي ممنوع 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 أنك أنت تساوي بتسوق ولا وعشرة كيلو زيادة 20 كيلو زيادة للأوسفارد القادم وبتكون مخالفتها إذا مسكتك الشرطة وأكيد حتى مسكتك لأنه دائماً السائقين الأخرين بيبلغوا عن الأشخاص اللي بتساوي هاي المخالفات حتى لو كان هو سائق بطريقه بياخد رقم السيارة وبيبلغ 290 يورو زائد نقطين وشهر ممنوع من القيادة فار فربوت وهيك بالحالة بتكون وصلنا لنهاية الفيديو 10 مخالفات تعتبر من أغلى مخالفات قانون السير بألمانيا لا تنسوا الوصايا ديروا باركوا أنا بعض حبوا بعض ولا تزالوا بعض الحياة قصيرة جداً نشوفكم على كل خير في فيديوهات القادمة وهلا حالكم السلام عليكم